الكفار من هو الكفار المقاومة بدعوى مقاتلة الكفار زج بهذا الطفل في معركة الميليشيا لكنه نجى لوقوعه في اياد رجال المقاومة غير ان طفلا اخر عمره لا يتجاوز الثالثة عشر اختطفته ميليشيا الحوثي من مديرية الحداء ودفعت به هو الاخر لمعركتها في تعز لم يكن له حظ الطفل الاول فبعد غيابه بثلاثة اشهر ابلغت ميليشيا الحوثي اسرته بمقتله مشهد يتكرر في بيوت اليمنيين وقراهم الخاضعة لسيطرة الميليشيا يقول اخر تقرير للتحالف اليمن لرصد انتهاكات حقوق الانسان ان اكثر من اربعمائة طفل من الذين جندتهم جماعة الحوثي في صفوفها قتلوا خلال الحرب الدائرة كثير من المراقبين يرون ان هذا الرقم هو ما تم توثيقه فقط وما خافي كان اعظم لكن مأساة الطفولة في اليمن لم تقف عند ذلك فاستهداف الاطفال في المناطق الفقيرة والمحرومة من التعليم لم يقتصر على الدفع بهم في اتون المعارك فاستغلال كافة الامكانات التي تمتلكها وزارة الثقافة والمسرح الخاضعة لسلطة الانقلاب لم تألو جهدا في تعبية الاطفال وشحنهم طائفيا وتربيتهم على الكراهية والعنصرية امر ظهر جليا في البرامج الرمضانية في قنوات الانقلاب ناهيك عن حرمان الاطفال من التعليم واستخدام المدارس ثقنات عسكرية واقع مأساوي يعيشه اطفال اليمن وما تكشف الاحصاءات عن ضحايا الحرب واستغلالهم فمن نجى من التجنيد لم ينجو من منهج العنف وغسل ادمغتهم وتفخيخ مستقبلهم ليظلوا وقودا في معارك لا تنتهي اشتركوا في القناة